بقى برضو متكرر كتير ليه فيه تعدد أديان وأعتقد يعني إذا نفتك طبعا سمحت لي المعرفة بتخليني أعرف أتعامل وكمان أتقبل الآخر يعني أعيش بمحبة للكل في المجتمع اللي أنا أعيش في طبعا هو مفروض أن المعرفة الله تكون معرفة واحدة وصادقة وأمينة ومظبوطة لكن فيه ربنا خلق لنا عقل والإنسان حر في أنه يقبل أو ما يقبلش أن يفكر بطريقته أو يفكر بطريقة ربنا عشان كده فيه ناس عرفوا الإله الحق ومشيوا في طريقه وفيه ناس تانية بتمشي في سكك أخر بسبب حرية الإنسان لكن ربنا مش هو اللي عامل ديانات كتيرة لأن دي معناها فيه نوع من اللخفنة والإخباطة والتشكيك لأن ده صح ولا ده صح ولكلهم غلط بقى وفيه الحاد يعني هي مفروضة أن فيه طريق مزبوط وكون أنا عارف ومشي فيه الآخرين بقى كل واحد حر في اللي بيعمله ترجمة نانسي قنقر